معدلات فائدة السند تحدد أسعار السندات دائماً ما تباع السندات بسعرها السوقي والذي يمثل المبلغ الذي سوف يدفعه المستثمر مقابل السند ويمثل سعر السوق القيمة الحالية للسند والتي تساوي القيمة الحالية للمبلغ الأصلي القيمة الاسمية زائد الفائدة وعادة ما تدفع الفائدة على أساس النصف سنوي مرتين في السنة وهناك معدلان للفائدة يستخدمان في تحديد سعر السند معدل الفائدة الاسمي وهو معدل الفائدة المطبوع على السند معدل الفائدة السوقي وهو المعدل الذي يطلبه المستثمرون لإقراض نقودهم ويمكن أن يتقلب معدل الفائدة السوقي بعد إصدار السند وقد تصدر الشركة سندات بمعدل فائدة اسمي يختلف عن معدل الفائدة السوقي وفي الواقع غالبا ما يختلف معدل الفائدة ويوضح الشكل التالي كيفية تفاعل معدلي الفائدة الاسمي والسوقي لتحديد سعر إصدار السند لثلاث حالات منفصلة